بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأحبة في موعد جديد من برنامجكم عنوين والبداية كالعادة نبدأها بأبرز عنوين الصحف لهذا اليوم ينتظر خدمات الآخرين منتخب الشباب هل كان بالإمكان أفضل مما كان طائرة نشاطية تحلق للمشهد الختامي في سماء البطولة العربية احتاجت لأشواط إضافية يد عمان تقبض على درع الوزارة قبل معترك كود ديفوار المصيري بنعطية خارج حسابات أصود الأطلس ورسميا ديفيد مويز يتولى دفة ويستهام ويتعهد جماهيره بالمتعة البداية بالصحف المحلية حيث أثمرت تعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد العماني لكرة القدم في اختيار الأول للسلطنة لتكون مقرا للقاء القمة التنفيذية للاتحاد الدولي حيث ستقام اجتماعاتها في مصقط في يوم الرابع من فبراير 2018 بحضور رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو وذلك بحسب صحيفة عمان التي خرجت بعنوان السلطنة تستطيف اجتماعات تنفيذي الفيفا في فبراير المقبل وانطلقت فكرة هذه القمة من رؤية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو التي تحمل شعار إعادة كرة القدم إلى الاتحاد الدولي وإعادة الاتحاد الدولي للكرة من جديد وذلك لتعزيز العلاقة بين الاتحاد الدولي وعضائه ولتوفير برنامج ديمقراطي لتبادل الخبرات والمعلومات للوصول لنتائج تساعد على اتخاذ مختلف القرارات في مجلس ومؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم وستكون هناك ثنتائي عشرة قمة في دول مختلفة يختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة من نوفمبر 2017 حتى مارس 2018 على الرغم من اكتساحه للنبال بخماسية في المباراة التي جرت قبل قليل دخل المنتخب الوطني للشباب في حسابات معقدة للصعود لنهائيات كاساسيا للشباب تحت 19 سنة والتي ستقام باندونيسيا 2018 بعد ان انهى مبارياته في المجموعة الاولى لتتعقد المهمة وبنسبة عالية نحن خارج النهائية صحبة كوروبس حللت اداء الاحمر الشاب في عنوان قالت فيه خسارة اولى او منتخب الشباب يضع نفسه في موقف صعب ترى الصحيفة ان الخسارة الاولى امام المنتخب الاماراتي وبخماسية كان الاثر الكبير في جعل منتخبنا ينتظر نتائج الاخرين اضافة الى التفريط بنقاط الفوز على البحرين والاكتفاء بالتعادل الذي جاء في الوقت بدل الضائع ونبقى مع منتخب الشباب فالجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني رشيد جابر وقع على ما يبدو هو الاخر في حيرة بعد ان ظهر المنتخب بالصورة التي شاهدناها عليها لتخرج صحيفة عمان بعنوان رشيد غير سعيد ولا يعرف ماذا يقول وقال رشيد جابر في تصريحات لموقع الاتحاد الاسيوي عقب مباراة البحرين لا اعرف ماذا اقول كان يفترض ان نفوز في المباراة بسهولة فيما سنحت لهم فرصتين او ثلاثة في الشوط الثاني وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع منحناهم فرصة سهلة للتسجيل نتيجة قلة التركيز والانضباط وانا غير سعيد بنتيجة المباراة هل كان بالامكان افضل مما كان هل كان الاحمر الشاب قادرا على حدز بطاقة الصعود من دون اللجوء لحسابات معقدة ادخل نفسه بها هذه الاسئلة وجدت اجابة شافية عند الاعلامي احمد السلماني الذي اجاب من خلال ما سطره على صفحات الرؤية اليوم نتابع بغض النظر عن الحسابات وتأهل منتخب الشباب من عدمه فلا بد من الوقوف على مسيرة المنتخب ومنذ انطلاقة تجمعه ومشوار اعداده الطويل والاستثنائي والذي تخلطته اثنتي عشرة مباراة ودية لم تتح لأي من منتخباتنا في السنوات الاخيرة وبالتالي فمسؤولية لجنة المنتخبات كبيرة في دراسة الحالة السيئة التي ظهر عليها المنتخب الشاب والذي يعول عليه كثيرا في ان يرفض المنتخب الاول بالمواهب التي تأسست بشكل علمي ووفق خطة طويلة الامد بدأها الاتحاد السابق وواصل عليها الاتحاد الحالي دون ان يتدخل او يغير اي من الاجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين والشباب والاولمبي املا في ان تتوفر لها الفرصة الكافية لصناعة منتخب اول يعيد للكرة موقعها بين كبار اسيا عوامل فنية وسقطات ادارية ساهمت في هذا الظهور الباهت لمنتخب الامل فكان واضحا تماما ان مدرب المنتخب رشيد جابر قد اساء فهم الصلاحيات المطلقة التي منحت له في التصرف المطلق بالنسبة للاسماء التي ازاحها وعددها 15 لاعبا رغم انه استلم منتخبا جاهزا وتلك التي اضافها وبعضها عليها علامات استفهام كبيرة تاريخ المدرب يشفع له ولكن فيما يبدو فانه قد وضح تماما عدم قدرته على التعامل مع الظروف التي احاطت بالمنتخب قبل واثناء المباريات والتحولات التي تصاحبها فضلا عن اعتماده على اسلوب لعب واحد وعدم وجود الحلول في وسط المنتخب والتهيئة للمهاجمين الذين كانوا اسوأ خطوط المنتخب على الاطلاق بافتقادهم للحساسية التهديفية والتمركز السليم وفتح اللاعب وسعيهم للتخلص من الكرة كيفما اتفق برعونة كبيرة وبالتالي فمن المستغرب ان لا نمتلك المهاجم الصريح والقناص رغم اننا ومنذ مواسم عدة لدينا دور للفئات السنية كلها كما غاب ايضا التوظيف السليم لللاعبين وانا له ذلك وامكانيات اللاعبين لا تؤهلهم لفهم نظريات المدرب ولا نعلم اين مساعد المدرب من المعادلة الفنية للمنتخب كما وان الاخطاء القاتل لحارس المرمى والذي كان احد الارقام الموجبة ابان وجوده ضمن تشكيلة منتخب الناشئين تضع اكثر من علامة استفهام امام القدرات والمؤهلات الفنية لمدرب حراس المرمى الاتحاد الاسيوي ساهم فيما نحن عليه من مستوى باهت حيث ظهرت جليا الامكانيات المتواضعة لقرغزستان في استضافتها لمنافسات المجموعة من حيث رداءة ارضية الملعب ومشاكل الانارة والمستغرب ان لا يتأكد اتحاد الكرة من هكذا اشكاليات والموافقة على اللعب في هكذا ظروف وبالتالي بات من الضرورة بمكان التأكد من جاهزية كل المرافق قبل وصول بعثة المنتخب لاعطاء الجهاز الفني صورة عامة للوضع وتسجيل موقف لدى الاتحاد الاسيوي تجعله يعيد حسابات الاستضافة وبالرغم ان باقي المنتخبات عانت من نفس المشكلة الا ان التعامل الجاد من قبل الاشقاء بالمنتخب الاماراتي مثلا مع الظروف المحيطة بمباريات المجموعة ووجود فريق اعلامي متكامل مع المنتخب تضاعنا في خانة اننا لا نملك مقومات الحضور بين كبار القارة الاسيوية وسواء تأهلنا ام لا فمن الضرورة بمكان تقصي حقائق هذا الظهور الباهت للاحمر الشاب ومن الشباب للمنتخب الوطني الذي يوصل لاعب معسكرهم الداخلي استعدادا لمواجهة منتخب بوتان في الرابع عشر من الشهر الجاري ضمن الجولة قبل الاخيرة من التصفيات الاسيوية المؤهلة للنهايات الاسيوية بالامارات 2019 صاحبة توروية رصدت اخر اخبار للأحمر في عنوان قالت فيها رائد ابراهيم يلتحق بالمعسكر اليوم والاحمر الى بوتان السبت وستكتمل قائمة المنتخب في الحصة التدريبية مساء اليوم بتواجد اللاعب رائد ابراهيم مع زملائه اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمعسكر ويركز الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الهولندي بن فيربيك على توجيه اللاعبين لتلاف السلبيات التي ظهروا بها في اللقاءات الماضية الى جانب تعزيز الجوانب الهجومية واستغلال الفرص رأى سالم بن عبدالله المخمر المشرفة على الفريق الكروي الاول بنادي السلام رأى ان محترف النهضة الكويتي هو من بدأ بالاستفزاز والخطأ وان الاحداث اخذت اكثر من حجمها الطبيعي وذلك وفق تصريحات لصحيفة كوروبس التي عنونت على لسانه محترف النهضة هو من بدأ الاستفزاز ولا نحمل الحكم المسؤولية وابين المخمر ان التغريدات الصادرة عن المنسق الاعلامي لنادي السلام لا تعبر عن النادي ابدا فهي تعبر عن وجهة نظره الشخصية وعن شخصه وقال انا ضد اي تغريدة او كلام يزيد من تفاقم اي مشكلة والعتب بين الاندية والجماهير ويبقى نادي النهضة الاقرب والاكثر تعاونا معنا قد يقع الخطأ وهنا لا بد من احتوائه من قبل العقلاء نادي النهضة من اكثر الاندية تعاونا وما وجدنا منه خلال كل السنوات السابقة يستحق عليه كل احترام وتقدير حتى بعد الشجار بقي التواصل المستمر بيننا كاداريين دخلت بطولة الدور هدأة قصيرة لإفساح المجال مما المنتخبين الاول والأولمبي ليخوض الاول مباراته المقبلة في التصفيات الاسيوية مما بوتان وينفذ الثاني برنامج اعدادي ضمن تعذيراته للمشاركة في نهائيات البطولة الاسيوية بالصين هذه الاستراحة كيف ستعمل الاندية على استغلالها صحفة عمان اعتبرت التوقف فرصة لعادة ترتيب الاوراق في عنوان قالت فيه هدنة ترتيب الاوراق واكثر من باب متاح للخروج من نفاق الاخفاق وكتبت الصحيفة ستكون فترة التوقف بمثابة الفرصة الذهبية للفرق التي ظلت تعاني من التراجع في المستوى والتذبذب في النتائج وأصبحت تتراجع للوراة وتحتل المراكز الأخيرة لتعمل على إيقاف هذا التراجع الفني والاستفادة من الهدنة في تجويد العمل والبحث عن مفاتيح النجاح للعودة أكثر لأكثر قوة وقدرة على تصحيح المسار دورنا ومقصلة المدربين وتصريحاتهم الدبلوماسية والإنفعالية كانت محط رصد الإعلامي مع الندافة فقد تناول تلك التصريحات في عموده المنشور اليوم على صفحات كورو بس نتابعها من خلال القراءة في هذا التقرير يتحمل المدربون الكثير من الصعوبات التي لا علاقة لهم بها بشكل عام ولكن ظروف الأندية حملتهم الكثير منها فيصبح المدرب مضغوطا وعمله صعب والبعض ينجح والآخر يفشل وهكذا في ظل غياب دور فعال وكبير لإدارات الأندية ذات الإمكانيات المحدودة في الفترة الأخيرة تزداد التصريحات المدربين الذين يبررون خسارة فرقهم بالقول أنهم راضون عن أداء الفريق رغم الخسارة أو أن فريقهم لعب وفعل كل شيء ومن ثم خسر وهو راض عن ما قدمه أو يخرج مدرب ويعلن تحمله المسؤولية لخسارة الفريق مشيدا بما قدمه أو أن يعيد الخسارة إلى أعدار تعاني منها كل الفرق دون استثناء والكثير منهم يعلن أن فريقه يضم لعبين صغار ولا يملكون الخبرة اللازمة وأن عمله هو بناء فريق للمستقبل وهذه رواية تتكرر كل موسم وهنا بيت القصيد بما تم ذكره كيف لمدرب أن يكون راضيا عن أداء فريقه وهو يخسر ويبتعد عن المراكز المتقدمة إن لم يفقد أمل المنافسة أو إن أصبح وضعه خطيرا وإلى متى سيبقى معجبا بأداء فريقه ولاعبه وخسارتهم وهل الدور ساحة لتقديم الأداء الجيد دون النظر للنتائج وهل يمنح الأداء الجيد الفريق الألقاب والبطولات هذه التصريحات لا تصب لا في خانة المدرب ولا الفريق وإن كان بعض المدربين يملك الجرأة ويعلن أن فريقه لا يستحق الفوز بناء على ما قدمه وأن يلعب للفوز دون الأخذ بعين الاعتبار جمالية الأداء وأن يعقبوا بالقول أن الفوز مع الأداء الجيد يكون أفضل وهؤلاء هم واقعيون ويتعاملون مع كرة القدم بمنطقها وبالتأكيد هم من طينة المدربين الناجحين وإن كانت ظروف عملهم صعبة للغاية ومع ذلك يبدعون كل تحية للمدربين فلا يوجد مدرب لا يتمنى ولا يعمل للنجاح والفوز ولكن التصريحات من قبلهم تخلط الأمور بطريقة غير منطقية فتصبح الأمور غير مفهومة والمسؤولية من حيث النتيجة يتحملها المدرب بالدرجة الأولى بغض النظر عن الظروف التي يعمل بها فإذا لم يجدها مناسبة للعمل فلينسحب ويفسح المجال لغيره الذي ربما يستطيع التعامل معها بطريقته وإلا فإن الإقالة ستكون نهايته الرياضة منافسة وفوز وخسارة ولا توجد منطقة وسطى والجميع يسعى للفوز ومن يخسر اليوم عليه الفوز غدا ولا داع لتبريرات أي مدرب يحاول جذب الانتباه لمكان آخر فهو من يتحمل مسؤولية الفشل كما ينسب له النجاح في الكرة الشاطئية خطف منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بطاقتين التأهل إلى المربع الذهبي من البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية التي تستضيفها العاصمة مسقط صحيفة عمان تابعت هذه البطولة ونتائج الأمس فعنونت قائلة منتخبنا الوطني الألف يواجه لبنان ومنتخبنا باء يلاقي قطر ألف في المربع الذهبي ويخوض منتخبنا الوطني غدا لالخميس منافسات المربع الذهبي ومن ثم نهاء المسابقة الذي سيقام في نفس اليوم لفئتي الرجال والنساء حيث سيلعب منتخب ألف مع المنتخب اللبناني فيما يلعب منتخب باء مع المنتخب القطري ألف والفائزان سيتأهلان إلى المباراة النهائية من البطولة وفي الإطار ذاته احتفت صحيفة الراية القطرية بتاهل منتخب بلادها للمشهد الختامي فعنونت طائرة العنابي تقتحم مربع عربية الشاطئية ونجح عناب الشاطئية ألف والمكون من الثنائي أحمد تيجان وشريف يونس في العبور إلى دور نصف النهاء عندما تغلب على شقيقه منتخب اليمن ألف بنتيجة شوطين دون رد أخيرا وبعد طول انتظار حسمت الأشواط الإضافية للمرة الثانية نتيجة مباراة مسقط ونادي عمان في المباراة النهائية لدرع الوزارة السابع لكرة اليد ليظفر بذلك نادي عمان باللقب الأول له في هذه البطولة بعد فوزه على مسقط بنتيجة 29 ل28 صحيفة عمان تابعت هذه الأجواء المثيرة فعنونت الأشواط الإضافية الثانية تمنح نادي عمان أول لقب لدرع الوزارة لليد أقيم اللقاء الختامي همس في الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك برعاية سعدة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإداعة والتلفزيون وبحضور الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد وبعض من المدعوين ومحبي ومتابع اللعبة لم تحمل قرعة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي في نسختها السابعة والأربعين والتي أجريت يوم أمس الأول تحت رعاية صاحب السمو سيد فهر بن فاتك بن فهر آل سعيد لم تحمل مواجهات صعبة صحيفة عمان تابعت المشهد فعنونت قائلة كأس جلالته للهوكي بين طموح فرق النخبة وحماس الشباب نظام البطولة استحدث بشكل جديد حيث تلعب أندية المجموعة الأولى دوري من دور واحد وتلعب أندية المجموعة الثانية دوري من دورين ويصعد أول وثاني وثالث المجموعة الأولى مباشرة إلى الأدوار النهائية في حين يصعد أول وثاني المجموعة الثانية مباشرة إلى الأدوار النهائية على أن يلتقي رابع المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية في مباراة فاصلة لتحديد الفريق السادس الصاعد إلى الأدوار النهائية ختام جولتنا في الصحف المحلية بعد فاصل قصير لنا جولة في الصحابة العربية كنوب الكرم ترجمة نانسي قنقر 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 ولكن الاتحاد غير الشرعي آنذاك لم يلتفت وأخضع الكل لسياسة الأمر الواقع لم يسائل أحدا قانونيا ولم يزج أحدا في النظارة وليس السجن الاتحاد المحل ترجمة نانسي قنقر 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 اتفاق أقال مدربه الإسباني خوانكارلوس جاريدو وأوكلت المهمة لمدرب الفريق الأولمبي الهولندي إلكو ومع هذه الإقالات الجماعية بقيت أندية الهلال والأهل والباطن والفيصل والاتحاد والتعاون على مدربيها ومن يدري هل تستمر أم تشهد بقية الجولات من الدور الأول والدور الثاني قرارات إقالة جديدة وهدرا ماليا جديدا وخطوات دون ترو تحكمها العاطفة والاستعجال ودون إدراك أن دور المدرب أحيانا محدود وأن المهام الأكبر هي على اللاعبين بدليل بعض الفرق ضربت رقما قياسيا في عملية تغيير المدربين والنتائج هي هي لم تتبدل لأن العلة في العناصر غير القابلة للتطور يواجه المنتخب الأردني للشباب لكرة القدم نظيره السوري في الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الخامسة ضمن التصفية الآسيوية المؤهلة إلى كاسي آسيا صحيفة الراي الأردنية أشارت لحضوض الفريقين في التأهل فعنونت قائلة منتخب الشباب يلاقي نظيره السوري بهدف الترشح ويجمع كل المنتخبين في رصيدهما أربع نقاط في حين يحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد نقطتين ويقبع المنتخب الفلسطيني في آخر المجموعة دون رصيد وهذا ما يجعل حسابات هذه المجموعة معقدة وعلى ما يبدو أن أفضل ثاني سيكون من بين تلك المنتخبات نظرا لتقارب النقاط لا يزال الجدل مستمرا شعار يتم رفع على قضية أو أكثر مع بداية كل موسم في الدور الإماراتية وهذا ما نفع صحيفة الاتحاد لإجراء تحقيق صحفية عنوانته قائلة اللجان القضائية أزمة بالقانون وتسألت الصحيفة إلى متى يستمر الجدل حول لوائح اتحاد الكرة وهل يمكن أن يمر موسم من دون تحول بعض القضايا إلى أزمات قانونية تقفز من لجنة قضائية إلى أخرى داخل أروقة الاتحاد لي نرى قرارا يخالف آخر من لجنتين عن الموضوع نفسه وهل أصبح العمل باللجان القضائية لاتحاد الكرة يمتاز بالسلاسة والاحترافية أم يتعثر في كل قضية تقبل التأويل واختلاف الآراء ولماذا يغيب المتخصصون في القانون الرياضي عن العمل في حقل اللجان القضائية بالاتحاد وما سر لجوء رئيس الاتحاد إلى الجامعة الأمريكية للاستعانة بحملة الماجستير الدولية في القانون الرياضي وفي شأن الإماراتي محل منتخب الإماراتي للشباب اللحزان التي خلفها خروج منتخب الناشئين من سباق الوصول لنهائية آسيا وبين المنتخبين يرى الإعلامي راشد الزعافي أن الفرحة جاءت بتأهل منتخب الشباب نظرا للظروف أو لظروف الإعداد السيئة التي مر بها وذلك من خلال مقاله المشهور على صفحات الاتحاد تفاصيل ما جد به الكاتب من قلال هذه القراءة رسم الأبيض الشاب ابتسامة جميلة على محي الكرة الإماراتية وفي قرغزستان نجح في حز بطاقة التأهل إلى كأس آسيا للشباب وبعد أجواء كائبة للغاية عاشتها كرةنا والجماهير خلال الفترة الماضية كنا بحاجة إلى ما يعيد إلينا شيئا من الأمل حتى لو كان بصيصا لذا لن نستكثر على أنفسنا أن نبدي فرحتنا حتى لو كانت هذه الفرحة لتأهل منتخبنا ضمن أفضل 16 منتخبا شابا في آسيا قد يبدو الأمر غريبا أن نفرح لتأهلنا إلى النهائيات وهو شيء ليس بالجديد ولكن قد يكون هذا الفرح مبررا عطفا على كل العوامل السلبية التي جعلتنا نفقد ثقتنا في أبسط الأشياء إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى وليس ما حدث لمنتخبنا الأول في تصفيات كأس العالم 2018 عنا ببعيد والصدمة التي كانت كبيرة للغاية بحجم عشر سنوات قضيناها نحلم ونعمل وفي ساعة الحقيقة تبخر الحلم وضاع الأمل ولا ننسى خيبتنا لفقدان منتخب الناشئين فرصة المشاركة في تصفيات آسيا وسلبية اتحاد الكرة وعدم قدرته على إدارة الملف بطريقة سليمة وهو ما أضاع علينا مجهود سنوات في إعداد هذا المنتخب والغريب أن يظهر رئيس الاتحاد لينفي ما كتب وقيل عن نية اتحاد الكرة للذهاب إلى محكمة كاس للتظلم وأن الشكوى لم تكن للدفاع عن حقوق هذا المنتخب ولكن لتصحيح إجراء خاطئ ارتكبه الاتحاد الآسيوي حتى لا تتضرر منه منتخبات آسيوية أخرى في المستقبل لا تعليق ولا ننسى أن هذا المنتخب تعرض للعديد من العثرات طوال فترة إعداده حيث لم يتم تطبيق البرنامج المعلن عنه بالطريقة المثلة وخاض مباريات ودية مع فرق الرديف في بعض أنديتنا كما لعب مع منتخبات أفريقية أقل منه بالفئة العمرية وخسر في كل المباريات التي خاضها قبل التصفيات ولكن جاءت المفاجأة السعيدة من قريزستان بظهور مميز للفريق ومحصلة متكاملة مستوى ونتائج وتأهلا التأهل إلى كأس آسيا للشباب ليس إنجازا فهو يحدث للمرة الرابعة عشرة كما أنها المرة السابعة على التوالي ولكنها خطوة مهمة في مشوار طويل والمطلوب الآن تسخير كل الإمكانيات لهذا الفريق وإعطاؤه حقه من الاهتمام وتوفير معسكرات إعدادية مثالية من أجل هدف أسمى وهو ليس الفوز بالبطولة أو التأهل إلى النهائيات بقدر ما هو الحفاظ على هذا الفريق كنسيج متجانس ومشروع جديد لفريق قوي يكون نواة المنتخب الأول في المستقبل نختتم جولتنا في الصحافة العربية من المغرب فقد تأكد رسميا غياب الدولي المغربي المهدي بن عطية مدافع نادي يوفينتوس الإيطالية عن مباراة منتخب بلاد ضد الكود ديفوار يوم السبت المقبل بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريق ضد سبورتينج لشبون البرتغالية في الجولة الثالثة من دورية أبطال أوروبا صحيفة المنتخب تناولت الخبر وخرجت بعنوان قالت فيها بن عطية يغيب عن مباراة الكود ديفوار فقد أكرت الصحيفة نقلا عن العديد من المصادر الإعلامية الإيطالية وفي مقدمتها كاتشو سبورت وتوتو سبورت أن إصابة المهدي بن عطية ستتفاقم إن شارك في مباراة يوم السبت أمام الفيلة لأنه في حاجة إلى المزيد من فترة الاستشفاء وهما يستدعي المزيد من الراحة وأضافت ذات المصادر أن بن عطية يتعامل حاليا مع طبيب المنتخب المغربي منذ التحاقه بمعسكر المنتخب المغربي الذي يستعد للمباراة الفاصلة يوم الحالي عشر من نوفمبر القادم ومن جولتنا في الصحافة العربية مشاهدين الأحبة ننتقل بكم إلى جولتنا في الصحافة العالمية نبدأها من عالم البريمرليغ فقد أعلن نادي واستهام لكرة القدم أمس الثلثات تعين ديفيد مويز في منصب المدير الفني للفريق المتعثر في الدوري الممتاز ليحل مكان الكرواتيز لوفين بيلتش الذي أقيل الاثنين صحيفة ستار سبورت أبرزت تقديم مويز لتخرج بعنوان على لسانه يقول دعوني أمتعكم حيث تعهد المدرب السابق لكل من ماشستر يونايتد وإيفورتون بتقديم كرة قدم جذابة وإنقاذ الفريق من دوامة التراجع لمراكز الهبوط بجدول الدوري وقال موز في تصريحات لموقع نادي واستهام أعتقد أن لدينا فريق جيد في الوقت الحالي كان من المفترض أن يحتل الفريق مركزا أفضل وأعتقد أن هذا سيتحقق مع نهاية الموسم ليس لدي شك في ذلك ولكن علينا إثبات قدراتنا على الملعب إلى إسبانيا حيث يطمح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي الملكي ريال مدريد خلال فترة التوقف الدولي إلى استرداد العديد من اللاعبين المصابين وإعادة الثقة لنجوم الفريق الذين غابوا عن هزي شباك الخصوم صحيفة الماركة أبرزت الخبر في عنوان جاء فيه دعونا نعمل على هدفنا وقالت صحيفة ماركة هناك العديد من اللاعبين المهمين عفوا في الفريق متواجدين في الفلايديس خلال التوقف الدولي وزيدان يطمح في استردادهم قبل الديربي مع تلاتيكو مدريد يوم الثاني عشر من نوفمبر الجاري وأكدت صحيفة ماركة أن ريال مدريد سيستعيد قوته الضاربة وعدد كبير من نجومه المصابين أبرزهم داني كاربخال وغارث بيل وكيلور نافاز ورفائيل باران وماتيو كوفازيتش بعدما عانى الرباعي من إصابات مختلفة الفترة الماضية ننتقل بكم الآن إلى فقرة الكاريكاتير نترككم مع أبرز الرسومات التي نشرتها الصحف الأيام البحرينية والجزيرة السعودية وكوراوبس ترجمة نانسي قنقر همسة اليوم مشاهدين اخترناها لكم من عالم أساطير كرة القدم وتحديدا للنجم الأسطوري الإيطالي أندريا بيرلو فلم يكن اعتزال أيقونة الكرة الإيطالية أندريا بيرلو مفاجأة فابنه 38 عاما وصل لمحطته الأخيرة يدفع ضريبة العمر ويطبق سنة حياة لاعب الكرة بيرلو أمتع الصغير قبل الكبير وأيضا المنافس قبل الزميل أندريا لديه عقل كروي يوازي أجهزة الحاسوب فهو الأسرع في التفكير واتخاذ قرار التمرير أو التسديد ملاعب الكرة تنجب كل يوم مئات من اللاعبين لكنها في النهاية تفرز قلة من الموهوبين الحقيقيين العالم تهافت على إرسال بعض الكلمات لبيرلو فور سماعهم قرار اعتزاله واخترنا لكم من بينها بيرلو يستحق حفل اعتزال مع منتخب إيطاليا يليق بأسطوريته ومكانته عند الجميع يجب أن يبكيك الشعب كما تستحق وإذا كان لإيطاليا ملك فبيرلو أميرها وداعا بيرلو بيرلو موسيقى الكرة وساعة الزبن الأصيل التي أمتعتنا كثيرا وسحرتنا طوال الفترة الماضية وأخيرا فعلا نقول وداعا بيرلو وبهذه أيضا ألهم سنقول لكم أيضا شكرا لكم مشاهدين الأحبة على كرم وطيب المتابعة نلقاكم بإذن الله تعالى غدا في عنوين جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل في أمان الله ترجمة نانسي قنقر